النقطة اللي انا حابة ان انا اتكلم فيها في موضوع نقطة العلاقة الخاصة حاضر يا هدير انا هجاوبك على السؤال ده بس هو سؤال حرج هحاول ان انا موضوع العلاقة ما بيطلبش منها ويروح مع نفسه ليه? ليه الامر اللي بقى مع نفسه بقى بديل عنك? اسأليه ليه؟ ليه استبدلت زوجتك بشات ولا بمغاطرات ولا بفانتازيا خيالات ولا بكلام مع ناس محرمات ولا مع نفسك ليه؟ ما هي الحلال موجودة وهي محتاجة لك طالما كده ما هي محتاجة لك ما لها هي كمان للأسف 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 بيحصل زواج بدون ما نعرف لإن لنا ولا إلا علينا مش مؤهلين مش مؤهلين للزواج وخلينا كده موضوع للمشاكل وطلص بنا مشاكل طبيعي المشاكل لكن بندرها ازاي؟ بنحلها ازاي؟ لما قولك سيبيه يخرج مع أصحابه مرة كل شهر او هالي عايد يسميه يخرج او اسبوع آسبوع اللي هو خارج مع أصحابه وانت برضو مع أصحابه سيب آمساحة تتنفس منها يا با اديها مساحة هي تتنفس منها وتخرج وتروح وتيجي وتروح معها او تروح مع أصحابها وتروح حالة ليه ليه كابتين وشوف مفتاح زوج يا من نوع البيتوتي؟ تمام أجيب لها الحاجت التي فرحها في قلب البيت لا مش من النوع ده تمام يعني إيه لكن لأنا عارف مفتاحها ولا أنت عارفة مفتاح زوجك ولا عارفين إيه اللي بتاع دولك جيبت له هدية كذا طبعا هديها المناسبة كنت مش مناسبة هو ما تجيب الهدية لا إله إلا أنت سبحانك اللي يناسب الطرف الآخر ولك عملته جيبت يا ابن عملته جيه لك آه لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم عرد عليه الوحي أول مرة راح فين؟ راح لزوجته راح لزوجته في حضنها دثريني دثريني يا أيها المتدسر كن في أنزر هي عملت له ايه؟ تطبط عليه وطيبت بخطره ودعمته أبدا والله هلان يخزيك الله أبدا ده أنت مش الله عليك وتطلع صدقة وصادق وبتعيني الناس والله هلان يخزيك الله بتخافش مش عيب لما نعمل كده مع زوجه والنبي صلى الله عليه قدوة مش عيب مش عيب انك تيجي في حضن زوجتك وتيجي وتقول لها أنا تعبت أنا عندي كذا ادعيلي تحطها الست مشاعر المرأة مشاعر الزوجة مشاعر لما تيجي وتبقى في حضنها مش ضعف منك ولا إيه اللي ترجوله بالعكس تاخدك وتحضي وتسنع النبع سمعرفش مين يفهم الرجال عكس كده معرفش إيه اللي حصل يلعبوا يلعبوا في دماغ الحريم وملعوب صفت وير في دماغ الحريم اطلاقوا 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 كذا ومش عاجبوا وكأنها حاجة عادية وكأن خراب البيوت ده حاجة عادية وعادي والود عادي ومش مشكلة والحمد لله أنا معي ولد معيش بنت والحمد لله كذا يلا يبقى يروح لابو ايه ده هتحضروا جبل ربنا وطوله ايه عروة غليزة العروة الغليزة ديت والمثاق الغليز ده وتفكتيه كده بسهولة وانت فكته بسهولة معاول مشكلة خلاص هشاشة ما نحنش عارفين نواجه مشاكل ولا عارفين نحن فين الحوار فين الحوار اللي ما بيننا لأ لما بتكتولك ما كل الناس اللي بيشتكيلك يا حبيبي ومتجاوز وبشتكيلك ما بيجيتش اقولك بس انا تصالحت معاه وبقيت زي الفول بيقولك على الغم بس واللي بتكتب بتكتب على الغم بس ما بيكتبوش حاجة تاني معاين دلوقتي الضحية كلها بقيت عن نتو على الفيس ده حاجة كارسة ما تسمعوش للكلام ده انت حكم عقلك وبالراحة ويبقى في حوار ونتكلم وبلاش ناخد كارات وقت الغضب وبلاش كل واحد وقف على التانية على اللي ده مش عارفة ايه ده مش ايه ده لها ده بودا كلام اشتركوا في القناة